عسلام ومرحبه بكم ان شاء الله الناس كله تكونوا بخير رجعتكم اليوم في فيديو جديد اول حاجة ناخ ثانية من وقت يوقف منصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام ان شاء الله يا رب الناس كله تكونوا بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله احويكم طيبة كيفما شفتوا البرح هبط لكم فيديو فيما يخص الجنسية التركية يعني اللي بتحصل عليها الامرأة اليوم ان شاء الله بش نوريكم شنية الاوراق المطلوبة بش نحاولوا ندرجوا صغارنا في الحالة المدنية التونسية يعني الصغيرات اللي من اب تركي وام تونسية بش نعملولهم مطلب ندرجوهم في الحالة المدنية التونسية وبش نطلعولهم باسبور تونسي يعني بش نمنحوهم الجنسية التونسية اول حاجة بش نبدو باعلي هنا كيفما تشوفوا هك في الورقة هذية مطلب للسيد سفير الجمهورية التونسية اللي نفيه طلب ادراج ولادة يعني بش نعمروا هذية بش نحطوا فيه الاسم والاقب متاع الام خاطر الحكاية هذية معنية بها الام بش نمنحو الجنسية بتاع الام للصغير نحطوا اسمه لقب الام لهنا بش نحطوا لرقم الباسبور وتاريخ الاصدار متاعه ورقم بتاقي التعريف الوطنية التونسية متاع الام وتاريخ الاصدار متاعها وليهنا تكتب الطلبة متاعك تحط اسم يعني كيفاش نقوله نحن الجنس المولودة متاعك ابنتي وإلا ابني بش تكتب نقصد بها بش ندرجوه في دفاتر الحالة المدنية التونسية كيف ما تشوفو اللي هنا بش تحط اسمه بالعربية ولهنا بالتركية يعني اللي هنا بش تحط اسمه بالتركية ولهنا بش تكتبه بالعربية تختار كيفاش يكتبهه لك غاديك بالعربية في دفاتر الحالة المدنية التونسية خاطر اللغة التركية والتونسية يفرقوا شوية في الحروف ولهنا بالطبيعة بش تحط تاريخ ومكان الولادة ولهنا هذو ما لورق اللي بش نرفقها في الدوسي هذية متاع المطلب هذية منها شهد الميلاد التركي هي قصد بها الورقة وهكذا اللولادة لهذه الميلاد التركي هي نفسي مضمون ولادها نسخة من عقد الزواج نسخة من عقد الزواج إلي هو هتاία هتايا ديجاة هو مش نسخة من عقد الزواج هو ديجاة للقيد كيف ما نقوله نحن الزواج وقت ننثبته في النفوس وإلا في المحكمة عنا في تونس الهنا هتايا الورقة هذية إثبيت نحن القيد متاع هذاك تثبيت الزواج في النفوس تمشوا تاخدوها الورقة هذية اخذوها من نفوس يعني قيد الزواج هذكا ولهنا نسخة من عقد الزواج اللي هو الجزدين هذكا مضمون ولادة الأم مضمون تونس يعني مضمون ولادة الأم بالعربية نسخة من بطاقة تعليف الوطنية للأم ونسخة من الباسبور بتاع الأم ونسخة من شهدة الإقامة للأم نسخة من الكيمليكièrement لأم يعني بتاقتها اللي هنا في تركيا ونسخة من بتاقة الأب اللي هو كيمليك اides هذه الأوراق المطلوبة علينا محمدهم طلب إدراج ولادة سنهرجوا بها الصغير بهأمة في دافاة الحالة المدنية التونسية بعد ما نحذروا فいうことناك ال command back to us نحذروا بها المضمون بتاع صغيرنا بس ingen § يعني عبارة مش نطلعونه مضمون من تونس هذه نرقهم في المرحلة الأولى كيف ما شفتوا وبش نتعدوا المرحلة الثانية اللي هي بش نحضروا له باسبور اللي هنا عنا ترخيص أبا والاستخراج جواز سفر للمرة الأولى يعني كيف ما تشوفوا هذه زادة تعمرهم الأم خطر نحنا بش ناخذوا الجنسية التونسية يعني بش ناخذوا الباسبور التونسي تعمر اللي هنا إني الممضي أسفله هو يعني اسم الأم ولقب صاحبت جواز سفر رقم كذا كذا صادر بتاريخي كذا وبطاق التعريف الوطنية رقم كذا كذا صادر بتاريخ كذا كذا ورخص بمقتدى هذا لابني أو لابنتي المولودة بي يعني تحط مكان الولادة بتاريخ تحط تاريخ الولادة باستخراج جواز سفر تونسي لأول مرة واللي هنا تحط الامضة وتحط الاسم واللقب متاع الأم بطبيعة هذية في مرحلة ثانية كيف ما شفتوا بعد ما عملنا طلب إدراج الصغير بتاعنا في الحالة المدنية التونسية بش نعمروا هذوما فيما يخص الباسبور اللي هنا في مرحلة ثانية كيف ما تشوفوا عنا هذية مطلب جواز سفر عادي اللي هنا بش نعمروا فيه نمرو الكيمليك ول هنا اسم الصغير متاعنا اسمه لقبو اسم باباه لقبو اسم جد لقبو هذي اللقاب بالعائلة لي هنا ول هنا اسم الام و لكن ولادة ولا ولاست ولدت فيها والل هنا بالطبعة اللي كتبهم هنا العربي يدعون اللى بالفرنسي كيف ما شفتوا وايلا بالتركية وال هنا بش تحطوا تاريخ الولادة مEM to هنا الجنسية تركية كيف تشاهدون الجنسية التونسية وبالطبيعة اللوطة هنا العنوان المدينة او القرية الناهج او الشارع الرقم الدار كيف تشاهدون مكتوب بالفرنسي كيف تشاهدون سهل و بسيط ومع الوراق هذو ما بتصبيعه بش نصوره صغير متاعنا زوز التصاور زوز التصاور بش نحطوهم في الباسبور سامحوني بش نحطوهم في الباسبور والمعلوم اللي بش نحضروا به الوراق هذو ما متاع متاع ادراج ادراج في الحال المدنية بش نحضروا بهم الباسبور كيف ما تشوفوا ميتين وسبعين ليرا يعني ما بقيتش نذكر الحقيقة بالفلوس التونسية 77 دينار تونسية حاجة هكا حسب ما نذكر هكا اما ياخذوا عليك ميتين وسبعين ليرا بش تدفع خطر المعلوم هذيه مخصص للصغيرات ومخصص للطلبة والتلمذة ميتين وسبعين ليرا تركية وزوز التصاور يعني بش ترفقهم بالوراق هذو ما كما تشوفوا بش نرفقوهم بالملف هذيه بش نرفقوهم بالملف هذيه بش صغيرنا يتحصل على الباسبور التونسي واتقدمهم الوراق هذو ما تخليهم في القنصولية تعطيهم للقنصولية وهوما بالطبيعة وقت ليحضر الباسبور متاعك إذا في بلاسة قريبة كان انت في اسطنبول بالطبيعة ترجع الاسطنبول كان في انقرة تمشي الانقرة إذا في بلاسة قريبة هما يطلبوك ديجا تمشي تاخذو واذا في بلاسة بعيدة بالطبيعة بش تختار انهم يبعثوا هولو كبار بوست هذو هما الوريقات اللازمين كيف ما شفتو متاع الصغيرات اللي بش ندرجوهم في الحالة المدنية التونسية او ان بش نطلعولهم باسبور تونسي خاطر ما تنجم تطلع باسبور لصغيرك الا ما تدرجو المرأة الليерт الساعة في مرحلة اولى تدرجو في الحالة المدنية التونسية بش نجم اطلعو باسبورت تونسي كيف نقولو حنا في مرحلة اولى بتطلعو مضمون تونسي ومن بعد كي وفقلوا عالمضمون هذاك تنجم بتطلعو الباسبورد انا الحقيقة الوريق هذو مفرد النهار ركحتهم يعني طلبت ادراج متاع الولاده في فرد النهار يعني حذرتوا في نفس النهار حذرت كل شاي ركحوا للورقة هذية ركحوها حضرت الدوسي هذية وكل شي ومن بعد حضرت هذوما بالطبيعة هذية دي جاسبوه يعني في دفاتر الحالة المدنية في تونس يبدأ موجود في وقتها وزد حضرت هذوما بالوقت وصورت بنتي زوز تساور وحطيتم معهم معلوم جيبائي 270 ليرة وقدمتهم في نفس النهار وروحت بالطبيعة ونستنى فيهم بالطبيعة نستنى في الرد وقت ليتحل الطيران نحن الطيران بين تونس وتركيا بالطبيعة هما بيش يبعثوا الورقة هذوك من تونس بيش تتخدم في تونس بطبيعة مش بيش تتخدم لنا في تركيا هذية هو كان فيديويا لليوم ان شاء الله المعلومات كانت واضحة ان شاء الله حصلت منها الفائدة ان شاء الله الفيديو كان أخفيف عليكم ان شاء الله يارب التفسير كان واضح ولي مفهمش حاجة مثالش نستنى نستنى تعليقاتكم نستنى سؤالاتكم بيش نجوبكم ولي مفهمش حاجة نعود نفهمه مفهم حتى مشكلة كلنا نتعلمه وكلنا نسئله وكلنا نستفسره بالطبيعة ولي يعرف حاجة بالطبيعة يفيد صاحبه هذية كان الفيديو متاع اليوم ان شاء الله الفيديو كان أخفيف عليكم ان شاء الله عم تمنلوا الفائدة نتقابله ان شاء الله في فيديو جديد وفي أمان الله اشتركوا في القناة